مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الجزائر تشرع في رفع العقوبات على إسبانيا بشكل رسمي وتفجأ الجميع وترفض طلب الملك المغربي والرئيس بون يحذره وتحديد موعد الحوار معه مع زيارة المنتظرة للرئيس بون نحو إسبانيا البداية أولا مع بدء الصلح الرسمي بين الجزائر وإسبانيا ورفع العقوبات التي كانت فرضها الرئيس بون على إسبانيا منذ سنتين إذ أنه لأول مرة شرعت الجزائر في رفع العقوبات أخيرا والعلاقات عادت سريعا ما أحدث مفاجأة كبيرة صنعت الحدث خاصة وأن نظام المغربي دخلوا الخط سريعا عبر ملكهم الذي يحاول أن يقنع رئيس بون ببدء الصلح لرفع العقوبات على بلاده وقبل صلح الجزائر الإسباني الحالي والذي بدأ لأول مرة بخصوص العقوبات فقد مس عدة جوانب كانت مجمدة وفرد رئيس بون حينها حواجز كثير على الحكومة الإسبانية أما حاليا فقررت الجزائر تغير موقفها ورفع الفيتو على الشركات الإسبانية التي عانت طويلا من موقف الجزائر اتجاه مدريد على خلفية حينها موقف صنشيز من القضية الصحراوية والغذر بالرئيس بون لكن ومع اعتداره وتغيره لكل الموقف والمصالحة للجزائر بخطوات كبيرة تم قبول صلح وشرع حاليا بشكل رسمي والأيام القادمة كذلك ستشهد العلاقات فراجا غير مسبوقا وتعود كما كانت أقوى ما جعل صنشيز يظهر سعيدا ومتفائلا بتسريع كامل الصرح وقد استقبل رئيس مجلس تجديد الاقتصادي الجزائر كمال مولا السفير الإسباني للجزائر وبصم على عودة العلاقات أخيرا وحبر الطرف الإسباني على سعادته بالرسالة القوية والمميزة من الرئيس بون لهم مع اليد الممدودة حاليا في كل القطاعات لعودة شركات وتعاونات كما كانت من قبل وهذا بعد أن تكبدت شركات الإسبانية خسارات تجوزت 600 مليون يورو بسبب العقوبات التي كانت فردت والآن ستبدأ في تعافي تدريجيا بيدرو صنشيز رئيس حكومة إسبانيا ينتظر بالهفاء على حد وصف صحف إسبانية أن يسرع رئيس بون بإعادة اتفاقية صدقة وحسن الجوار مع إسبانيا وهذا الأمر حسبهم سيحدث في الأيام المقبلة وينتظر أن تكون بعدها زيارة من الرئيس بون إلى إسبانيا تكون تاريخية وسدنائية كما أن الجزائر رفعت عدد الرحلات الجوية من الخطوط الجوية الجزائرية والأنظر في إسبانيا أيضا موجهة نحو الغاز الجزائري لأنه مع الصلح سيقبل الرئيس بون إعادة بيعهم الغاز بالكميات الضخمة التي يريدونها وبهذا يجدون مصدر شراء متكامل فدل تخليه بالكل عن الغاز الروسي أما الملك المغربي ففور بدء الصلح الرسمي لجزائري الإسباني ورفع العقوبات بتدريج على إسبانيا بعد سنتين من فرضها فقد دخل نظام المغربي الخطوة يحاول ملكهم إقناع الرئيس بون ليقوم برفع العقوبات على المغرب خاصة فيما يخص الغاز والمجال الجوي إلا أن الرئيس بون حسب خبارة فغلق لكل باب الحوار كليا مع نظام المغربي وأن طرق الحوار واضح وهو أن يغير الملك المغربي محمد سادس لكل سياساته اتجاه الجزائر ويعدل مواقفه ويوقف مخططته وتهجمات إعلامه على الجزائر ثم بعدها الصلح يكون سهلا والحوار سليسا أما غير ذلك فيرفضه الرئيس بون أي حوار قبل تنفيذ كل هذه الشروط المذكورة ولا رفع للعقوبات إذا لم يغير محمد سادس سياساته أما رفع الجزائر للعقوبات على إسبانيا فجاء ليس من فراغ بل بعد تغيير إسبانيا لسياستها وإصلاح كل أخطائها التي ارتكبتها مع الجزائر لهذا الصلح بدأ معهم الآن الجزائر وإرسال عدد ضخم من الأطباء والباب مفتوح لأكبر عدد ممكن وهكذا قرر الرئيس بون إرسالهم موقف إنساني تاريخي فجاء الجميع فكيف كانت ردود الفعل على الخطوة التاريخية مع جهود الجزائر لإيقاف الأحداث بداية الجزائر تطل بمفاجأة ستنائية تصنع الحدث عربيا ودوليا مع قرار إرسالها أكبر عدد ممكن من الأطباء الجزائرين ليسهموا في العلاج وتوزيع الأدوية مع حتى فتح مستشفيات الجزائر لتكفل ببعض الحالات لنقلهم إلى الجزائر في حين تعد الجزائر حاليا مصوركية أول من قرروا إرسال الأطقوم الطبية بجانب عرب نقل أي حالات إلى مستشفيات البلدين لتخفف الضغط على القطع خاصة وأن الوضع هناك خارج كليا عن السيطرة ويتوجب مضاعفة الجهود والمساعدة الإنسانية بكل أنواعها على أمل أن تنتهي الأحداث قريبا لهذا دخلت الجزائر الخط لإرسال أطباء إلى القطع والدخول عبر معبر رفع البري الذي تزداد النداءات وستضعف كل يوم ليكون ثم ليظل فتح المعبر دائما وليس محدود وتسهل الدخول فالوضع هناك يستلزم مزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمرافق الصحية وبالخصص الأطقوم الطبية التي لم تجد خيارا أمنا في علاج المرة وتحتج إلى المستطوعين من الأطباء العرب والإمدادة الطبية حيث بدأ الكثير من الأطباء الجزائرين لإستعداد أيضا لدخول الخط والتقديم يد المساعدة للدخول وبدأ العلاج خاصة مع الجسر الجوي الذي فتحه الرئيس بون ولا يتوقف بالمساعدة لمرسله ليحمل أيضا الأطباء والأمل أن تسهل عملية دخولهم عبر معبر رفع بعد أن يصلوا طبعا إلى الأراضي المصرية تمهيدا لدخولهم نحو القطع كما قال مراقبون أنه ينتظر ويتوجب على كل دول إرسال الأطباء لأن الوضع خارج عن السيطرة ومتأزم تماما والجميل أن العديد من الأطباء من مختلف الدول ينتظرون أيضا ضوء الأخضر من حكومات بلدانهم ويضغطون ليفعلوا تماما ما تفعله الجزائر وتركيا حاليا بإرسال الأطباء هذا وبدأت هبث الأطباء الجزائريين بجبع الأدوية التي يتكفل الهلال أحمر الجزائري بنقلها وإيصالها سريعا فمن خلال تشكيل تنسيقية المجتمع المدني حاليا تعمل الهيئات والجمعيات طبية بتعاون معها على جمع الأدوية وبعض مستلزمات العلاج لإلصالها هناك وقد كشفت الهيئة الجزائرية أن هناك عدد ضخم من الأطباء أيضا الجزائريين يريدون التقليم المساعدة والتطوح للعلاج وإعلان ساعتدهم للسفر في أي لحظة يتم دعوتهم لكن ما يعقو إرسال كل هذه الأعداد الضخمة التي تريد تقديم المساعدة وتنصدر هو الغلق المستمر لمعبر رفحه حتى عند فتحه أحيانا يكون لمدة قصيرة جدا لكن أملهم كبيرة هؤلاء الأطباء الجزائريون لإنجاح جهور الفتح الدائم للمعبر من أجل الدخول وبدء العلاج وكان لفتا أيضا دخول خط عدد كبير جدا من الأطباء الذين لديهم اختصاصات تتعلق بالإنعاش والجراحة والعلاج المكتف عملية تربط حول التطبيب فيما يوجد عدد كبير منهم لديهم هذا الاختصاص وهم متطوعون تابعون للهلال الأحمر الجزائري وأكد مزحدة الشروق أن الهيئة وضعت أرضية إلكترونية لتسجيل أطباء المتطوعين للذهاب إلى القطع في انتظار فتح الحدود ليكون دخولهم سهلا ولا يظلون ينتظرون هناك كما يعمل هؤلاء على جمع المساعدات الطبية والأدوية ومستلزمات العلاج وتقديمها إلى الهلال الأحمر الجزائري الرئيس سبون يخدع الاتحاد الأوروبي وموقف مشرف للجزائر وهكذا رحبوا به لدخول الاجتماع التاريخي ولأول مرة يخدعوا لشروط دولة إفريقية وعربية وردت فعل الرئيس الروسي بوتين ويصفق للرئيس سبون ويشيد به بداية أخيرة الجزائر ستمكن من إخدع الاتحاد الأوروبي لكل شروطها بعد أكثر من سنة من التماطل ومحاولة الضغط على الرئيس سبون الآن ومع اشتداد الخنق عليهم بسبب مقاطعتهم للغاز الروسي ومشاكلهم مع بوتين هذه الأمور كلها معرفة الرئيس سبون بيعهم الغاز جعلهم يخدعون والجميل في الأمر هو ردة الفعل من طرف روسيا الرسمية وبوتين شخصيا معلنة أن روسيا موقفها وأنها غير منزعجة إطلاقا من تعامل الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وتخلصهم من الغاز الروسي لأنهم في أي حال من الأحوال متخلون عن الغاز الروسي الاتحاد الأوروبي هدفهم الأول الغاز والجزائر رفعته على الدول لأسعار قياسية وعليه ستجني أرباحا طائلة وأكبر أما وعن عدم زعاج روسيا ولا حتى ضغط على الجزائر بخصوص كمية الغاز ضخمة التي ستبيعها للدول الأوروبية نابع ذلك من كون روسيا فعلا تحصرم سيادة الجزائر في القرار الذي ليس عن قصد من الجزائر وإنما ضرورة خاصة وأن أوروبا أصلا بعد تخلهم عن الغاز الروسي لن يعود له أبدا وبوتين موقفه